التحدي اللي ما بيننا وصلنا لإيه؟ العند وصلنا لإيه؟ كل واحد عايز ينفذ رغبته كل واحد عايز يمشي رأيه وصلنا لإيه؟ كتير جداً من الناس لو فكرت حاجة بسيطة بس هتكتشف إن هي لو مش هنقول تتنازل ولا هنقول تتوازن لا خالص هنقول إن إحنا نقرب لبعض نحاول نفهم بعض نحاول نشعر بمشاعر بعض نحاول نحط نفسنا مطرح الطرف الثاني ونشوفه بيفكر إزاي هو حاسب الموضوع إزاي ونتماش مع الأسف علاقات كتيرة بتنتهي لإن ده عطل وده اللي اشتغل بداله بنتكلم من غير ما نفكر بيطلع مننا الكلام فجأة بيبقى غلط والغلط بيتمسك علينا والغلط بيزيد غلط وبيزيد غلط فبيحصل تراكمات والرصيد بينتهي وأول ما الرصيد بينتهي العلاقة مع الأسف ما بتكملش مين اللي بيتظلم في العلاقة لما ما بتكملش؟ هل الزوج؟ هل الزوجة؟ أول إنسان بيتظلم في العلاقة لما ما بتكملش هو الطفل هم أولادنا هم دول اللي بيتظلمه هو مش زنبه إنه تولد في أسرة أب عايز يعيش هواته وأم عايزة تعيش تنفس كل رغباتها وأب أساسا عنيد وأم عصبية أم مقهورة وأب غبار مش زنبه إنه تولد في ده طيب بقى إنت بتفكر في نفسك وإنت بتفكري في نفسك فكره في حد الجميل الصغير اللي عنده كده حاسس بإيه؟ شخصيته بتتكون إزاي؟ ده هيأثر عليه إزاي بعد كده؟ ترجمة نانسي قنقر